الخبرة بيتم اكتسابها ازاي لانه الناس مثلا ممكن تبقى متصورة ايه زي ما تعلمت زي ما حفظت زي ما بقى ليك اسلوبك بقى هي هي نفس الحكاية ما بتتغيرش او ما بتتطورش هل ده صحيح في قراءة القرآن ولا لا في تطور وفي تجويد وفي تحسين لا طبعا احنا اول ما قرأت انا مش زال الوقت واي قارئ حتى من القراءة الادامة اللي احنا تعلمنا منهم يعني كله لازم في الاول بيكون له اخطاء ممكن اخطاء تجويدية ممكن اخطاء في طريقة عرض الاية لان عرض الاية بيحتاج يعني ايه عرض الاية يعني عرض الاية للناس اثناء التلاوية دي مثلا في ايه كل ايه لها مقام معين صبا او سيكا او رزد او بياتي او كده قل لي نصيحة بسيطة للناس علشان يحسنوا قراءة القرآن لم هم يقردهم للناس ولا للقراء لا للناس للناس حاجة بسيطة نفهمها ونعملها فهنا نحس ان احنا بنجيد قراءة القرآن على مسنان الشخص تمام اقول له حضرتك قراءة القرآن اولا لازم عشان تحس بيه وتفهم انت بتقول ايه وتحس انك انت قرأت مثلا الجزء بتاعك بتاع النهاردة نازم تكون قاعدة في مكان لوحدك ما ينفعش حولك اولادك او كده عشان بيشارك ففي ناس بتوقف في اي حتة عشر دير ورساعة تروح لا 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 ده مش هي ده هيقرأ كويس وياخد الاجر الاجر لان الكل حرف بحسن لكن الاحساس اللي حضرك بتقول عليه نازم تكون قاعدة في مكان خاص لوحدك وتفتح المصحف وتبتدي تقرأ وحده واحده هتلاقي نفسك بتفهم من غير ما تقرأ تفسير وهتلاقي نفسك سرحت مع القرآن هتلاقي عينك لوحدها مش عايزة تقوم من على المصحف مش هستطلع من على المصحف هتلاقي نفسك دمعت لوحدك والله فعلا كل ده يحصل وانت مش حاسس هتيجي حد يفصلك بقى عن اللي انت في ده ممكن تزحق له ممكن تتروضه برا مهما كان تلاقي نفسك مفعلت يعني في حالة تلاوة القرآن ومش لازم يكون بالتجويد يعني مش لازم تكون انت حفظ عارف تجويد عشان تقرأ القرآن انت قلتني ان انت في بداية الشهر كان مفروض انك حسافر السعودية اه تمام لكن طبعا حصل الكورونا والمطارات التقفل كان عندك جولة عربية كان عندي بيروت وكان عندي السعودية وكان عندي هولندا بيروت والسعودية وهولندا سبحان الله يعني ثلاثة اميك طبعا التلاتة طبعا انا هفهم السعودية وحفهم بيروت انما مش هابقى فاهم هولندا اول لا احنا رحنا اوروبا كتير يعني انت بتروح اوروبا كتير روحت ألمانيا روحت فرنسا روحت إنجلترا روحت بس تقريبا تلاتة دول بس بيبقى المتلقي بقى من الجاليات العربية والإسلامية هناك هم بيعودوا يسمعون كله بيبقى موجود لأنا في ناس بتجيلي غير مسلمة كمان غير مسلمة أنا جالي في ناس غير مسلمة جاتلي في جنوب أفريقيا ايه في أول مرة خالص في 2009 اشتركوا في القناة